زياد، هتعمل إيه بعد الماجستير؟ لازم تقول لنك هو أنا حالياً بشتغل في شركة استشارات من غير أرقام، مرتبك زاد وفرق بعد الدراسة ولا مفرقش؟ هو أنا بفكرة يعني ما قدرش أقارن عشان قبلها ما كنتش بدأت شغل لسه كنتش شتغلت أصلاً أنا أول حاجة عملتها بعد التخرج هي أن أنا بدأت أن أقدم في المبادرات فما عنديش مقارنة قوي بس لو هتكلم على اللي كانوا معي في المبادرة وكده كلهم كانوا يقولون مرتب زاد يعني زاد بشكل ملحوظ سوء العمل هنا وعالمياً أنا عارفة أنه معظم يشتغلوا في مجالاتكم بيقارن طول الوقت بالسعر العالمي إحنا قريبين؟ ولا بتقول أنا باخد مرتب قويس قوي مقارنة طبعاً بنياعد في بلدي ومرتاح ومش متغر يعني هو صعب أن أقارن ببرة عشان بردو بيقى في مقاييس تانية زي يعني سعر المعيشة وكده فبرة برضو يعني على قد من مرتبات أعلى فبس برضو الأسعار أعلى شوية لو هنقارنها ببهن بس لو هنقارن بس لو إحنا هنقارن حنا بنقارن بالبلد اللي إحنا عايشين فيها الأعلى أجراً بزبط مش كده؟ إحنا عايزين بس نشجع الناس مفيش حاجة بتشجع الناس يدرسوا حاجت أعي مجال التكنولوجي نفسه يعني من المجالات الأجور رايتها أعلى من المجالات التانية آخر سؤال أنت قلت لي حاجة مهمة جدا في الفاصل اللي عايزة بس إنها تسمعها مبادرة مصر الرقمية بندرس في تخصصات مبادرة بنات مصر الرقمية أي التخصصات الموجودة حاليا؟ أنا لما كنت قدنت عشان كنت في أول دفعة كان هما ثلاث مصرات بس اللي هو علوم البيانات والزكاء الاصطناعي ده واحد والثاني كان العلوم الروبوتات أو الروبوتكس وكان سايبر سيكوريتي أو الأمن السايبراني دلوقتي فيه كذا مصار الضف فيه اتنين الضف ومن قريب اللي هو الفنوط التطبيقية وفيه مصار تاني إدارة الأعمال فدول بقى دلوقتي بقى بيأخذوا من كليات يعني أكتر زي مثلا وحاجات اللي هي علاقة بالبزنس وكذا ففيه كليات أكتر بقيت بيتاخد منها خاريين جداد وفيه مصارات تانية بتتضاف من واحد لعشرة لو قلت استصنيف كده تشجع الناس تشترك في مبادرات حكومية زي دي عشرة كالتجربة إيجابية أنا بالنسبة لي أنا أصلا كنت من المشككين في المبادرات دي بس يعني أنا من سنة ونص ما كنتش هتخيل أن أنا هاوصل للمرحلة ما وصلتها دلوقتي فعشكاها بالنسبة لي هي عشرة أنا بشكورك يا زياد وحابب بأوصل حاجة كمان ونحب اللي باس ما هنخلص إن باب التقديم دلوقتي مفتوحة دلوقتي للدفعات اللي هما خارجين حديث التحرك في المجالات اللي انتهاء فاللي عايز يلحق يلحق عشان هيقف القريب شكرا يا زياد يعني أفضل حد يبقى بيتكلم عن تجربة هو الشخص اللي خدها ونجح فيها وتأثر بيها فبشكرك شكرا جميل وأجمل حاجة فيك بقى أن أنت كنت وقعي معدتش بقى تعمل لنا فيها إيه المثالي دائما شكرا يا زياد شكرا يا زياد شكرا يا زياد